كشف الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر عن وجود تسوية إقليمية حقيقية لكل مشاكل المنطقة بما فيها العراق الشيخ الخنجر وفي مقابلة مع تلفزيون الشرقية أكد أن هناك سعيا حقيقيا نحو المصالحة والوقوف ضد الطائفية أبشر الشعب العراقي أن هناك تسوية إقليمية لكل مشاكل المنطقة ونحن جزء من عندها تسوية حقيقية وهناك إن شاء الله في المستقبل خطوات حقيقية نحو المصالحة وإنهاء كل الإشكاليات وإن شاء الله الكل تتعاون ونحن جزء من هذا المشروع ضد الطائفية وبشأن مخرجات اجتماع أنقرة للقيادات السنية كدى الأمين العام للمشروع العربي الحرص على وحدة العراق ورفض الإقليم الطائفي مشددا على تمسك بلا مركزية الإدارية للمحافظات نحن حريصون على وحدة العراق وهذا مو كلام هذا عمل دقوب نقوم فيه اليوم نحن لا نقبل أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم وأنا أقول الآن وقلتها قبل أنا ضد الإقليم الطائفي سني أو شيحي أنا لا أؤيد أي إقليم طائفي لكنني مع أي شكل أي شكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات كل محافظ على حدة أي شكل من أشكال اللامركزية الإدارية التي تتيح للمحافظات الحرية وأن يكون الأمن بيد المحافظ والحكومة المحلية من أجل محاسبتها من قبل الدولة المركزية ترجمة نانسي قنقر